اشتركوا في القناة هو فعلا النهاردة عندنا فقرة مهمة ومميزة وتهم كتير من الناس وهي هنتكلم فيها عن نظام الجماريك الجديد وبيساعدنا ويشرفنا يكون معنا النهاردة لمنقشة موضوع فكرتنا الأستاذة نرمين نجيب عبد السلام رئيس شركة جولدن فينجورس فريت للشحن والتخلص الجمركي أهلا بك معنا يا أستاذة أهلا بك 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 علشان كده عارفين أن الاستراض والتصدير يتشابهان من حيث الأنظمة والقوانين في غالبية دول العالم يعني أنك لو درست الأنظمة الجمركية في بلدك تستطيع أن تعمل بها في أي دولة من دول العالم أهلا بك دكتورة نرمين ممكن حضرتك تدينا نبزة عن الإجراءات الجمركية الجديدة؟ الأول صباح الخير وجمعة مباركة وبتوجه لكل الجمهور وعلى المسلمين جميعا يا رب يا رب الله ما أمين وبتوجه لكل الجمهور ولكل الناس بقولهم كل سنة أنتوا طيبين بمناسبة بداية السنة اللي دخل علينا الرابط وبتمنى يا رب تكون بالخير على العالم العربي كله وعلى مصر طبعا بالأخص وبهني كل الإخوة الأقباط بعياد الميلاد وكل سنة وإحنا طيبين ويرب عشرين واحد وعشرين تكون سنة أحلى بكتير من السنة اللي فاتت دي طبعا أنا بحيكي على اختيار الموضوع المهم ده لأنه هو موضوع مهم جدا على ساحة المستوردين والمصدرين كمان في الفترة الحالية وبيمثل أهمية جديدة لكل القطاعات الخاصة بالجمارك والشحن الموضوع عامل لغة جاملة جدا في الحقيقة الأخيرة هو عامل غلط لأنه ممكن فيه بعض الناس مش فهمة مميازاته أو عيوبه لكن الأول عشان نتكلم عليه كقانون الجمارك هو جاك عملية تعتبر شبه بتنظم وبتعمل ضوابط للعملية الجمركية بدءا من بداية الاستراض للمنتج من طلوعه من البلد الأجنبي وصولا إلى خروجه من الميناء المصري عندنا للمستورد اللي هو استورده فإذا هي تحطت الوضع مجموعة من الضوابط مش عشان تضر حد لمستورد ولا المستهلك هي مجرد تنظيم للعملية الجمركية ده يعني مختصر كلمة قانون الجمارك الجديد المفهوم بتاعه أو اتعمل ليه هو مجرد تنظيم للضوابط الجمركية فيه فرق ما بين القانون اللي هو دي الموجود حالياً واللي قبل كده الفرق الوحيد اللي هو زعل الناس حالياً أو عمل مجموعة اللغة ده هو مجموعة الغرامات اللي الدولة طبقتها في حالة المخالف فطبعاً ده اللي خلى في بعض الناس مش حابة القانون ان هو اعتبروه شبه ان هو ممكن جاي عشان يدفعهم فلوس فهو مش كان فيه برضو النظام ده موجود حبل كده اللي المخالفات بيدفع لها برضو غرامات كانت غرامات بس بمستوى أقل فلما تحط مجموعة غرامات تتشددت العقوبة وتغلزت في بعض الناس طبعاً مش عاجبها ده بس هو اختصاراً للموضوع انت طول ما انت سليم الدولة مش تيجي جنبك فيه مخالفة حق الدولة تفرض غرامة زي اي حاجة في الدنيا احنا يعني ممكن فيه ناس هي اللي مش فكرة الالتزام مش واخدى عليها لان الجمارك طول عمرها فيها زي اي مجال بعض حاجات بتبقى مثلاً فيها اندباط في حاجات ممكن ما كانش فيها اندباط طبعاً ده حصر الدولة فلوس كتير بسبب القصة دي الدولة دلوقتي احنا بنعمل نهضة فطبيعي يبقى فيه اندباط في كل القطعات في الدولة وفي كل المجالات من ضمنها المجال المهم ده اللي هو كل البضايع اللي بتخش لمصر عن طريق الاستراد واللي بتستهلك عملة صعبة فلما يتحط لها دوابط ويبقى فيه مخالفة او عقوبة للي يخالف ده طبعاً حق منطقي وطبيعي للدولة مش ضد حد طب ايه هو تأثير القانون ده على الاقتصاد ميدعمه او لا؟ طبعاً بيدعمه لان الاول الاقتصاد كان متأثر بخروج كمية كبيرة من العملة الصعبة بدون داعي وبدون وجه حق في بضايع كتير ممكن تكون مش استراتيجية ومش مهمة لسوق المصري كويس فدلوقتي لما احنا بنعمل ضوابط على حتة البضايع دي ان يقنن استراد البضايع اللي هي الغير مهمة اكيد ده هيوفر جزء كبير من العملة الصعبة اللي بتعود بالتالي على انعاش السوق المصري والاقتصاد المصري يعني موجود دلوقتي من ضمن قانون الجديد ان في قائمة كده بقائمة بضايع دي غير مسموح باسترادها يعني مش غير مسموح باسترادها ممكن قنن استرادها هو الدولة مش منع الاستراد على حد عشان نوضع من ناحية ايه يعني من ناحية يعني ممكن جماريكة عائلية فاللي كان بيستوردها على سبيل التربح ممكن ما يحبش ان هو يستوردها على سبيل ان هو لو علل سعر بتاعها على المستهلك مش هتلاقي رواج مش هيشتري زي مثلا معلش يعني حاجة من ضمن الامثلة فنوس رمضان احنا عندنا فنوس المصري وفيه الفنوس الصيني لو الفنوس الصيني نزلك بمبلغ كبير مثلا هتشتري لا طبعا مش مهم الفنوس الصيني مثلا يعني ففيه بضايع غير مهمة البضايع الدين هي بس ليها بدايل يعني موجودة طبعا اكيد طبعا بصي هو القانون الجديد يتعمل بنسبة كبيرة لدعم الخامات الاولية اللي هي بتيجي للمصانع من اجل التصنيع دي اللي بتهم الدولة اللي هو السلع الاولية ومستخدمات اللي هي الانتاج البضايع بقى التانية الغير مهمة اللي هي بتيجي بغارة التربح او التجارة الدولة مش منعها استورد بس الجملك بتاعها ادفعه لو خلفت برضو فيه غرامات عليك وعقوبات لو حاولت تعمل محاولة تهريب برضو فيه غرامات وفيه عقوبات وفيه حاجات بتوصل للسجن وللحبس يعني ده سري في كل دول العالم على فكرة احنا مش مصر مش عاملة حاجة مش موجودة بر كل دول العالم ماشية بنفس القوانين ونفس الانضباط ويمكن فيه عقوبات اغلص من كده بره كمان يمكن مصر احنا يعني الموضوع مش حاسة انه فيه حاجة مبالغ فيها بس هو عامل لغة جامد هو بس يقول لحياتك هو عامل لغة لي لان المستورد بطبيعته دايما بيدور على مصلحته في المقام الاول دي حاجة معه عايز يكسب عايز يكسب فهو دلوقتي انا دلوقتي بستورد بضاع عايزة مثلا اجيب اي منتج من بره بغرض ان انا اتربح منه في السوق زي اي تاجر في الدنيا فالطبيعي ان الدولة لو انا خلفت ولقيت ان انا بدفع غرامات بتوصل لخمسين الف ومئة الف جنيه في الغلطة الوحدة طبيعي ان انا هبتدي لما اجي اطلع المنتج هبقى فيه شوية خوف او قلق من الغرامة فاصبح فيه تخوف من الاستراض في الحتة دي ان هو خايف لحسن يرقي غلطة فيدفع فلوس الحاجة التانية طب ما فيش غلطة وما فيش فلوس طيب يبقى الجمارك مثلا لو عالية فهو بيبص برضو الجملك غالية علي فيبدأ يحط ده على المستهلك فمين اللي بيتضرر في الاخر المستهلك لان السلع بتوصل له غالية اغلى من الاول فكل شوية عملة تغلى وعملة تغلى وهو في الاخر هو اللي بيدفع كل ده من جيبه ومش حد تاني طب ايه نوع الغلطات اللي يعني اللي ممكن تكون بيعملها المستثمر فبتسبب له الغرامات الكتير دي اي مخالفة في المستندات الجمركية بتستدعي وجوب وقع الغرامة علي والدولة حقها نية انت دلوقتي بتستوردي هاتي مستنداتك سليمة اللي سليم يعني هي الإجراءات اه انما لو انا جايبة مثلا مستندات فيها وزن مكتوب وزن ومخالف للوزن اللي هم وزنوه في الحوية ده مخالفة مكتوب نوع بضاعة مش مطابق للجوة كونتينر اي مخالفة اي مستند بلس بنوضح للمشاهدين اي نوع ممكن المخالفات المخالفات المنطقية القانونية انا دلوقتي جايبة كونتينر مكتوب فيه جبنة لا وفيه حلاوة في الورق دي كده مخالفة مخالفة جبه فيه اكل كلاب وقطط لقوه دور لقوه حاجات تانية دي مخالفة وكمان تهريب مش مخالفة بس ده تهريب كمان فالقانون قايم على ضوابط مش بيدر حد لا هو بيقولك تعالى سليم وامشي سليم واهلا بيك واستورد وتاجر واكسب واعمل اللي انت عايزه لكن لو انت مش هتمشي سليم وعايز تكسب وتزود عن مستهلك وجايب ورقك مش مصبور طب ما هو المفروض النظام ده ما يزعلش اي حد انت كاتب في الورقة انا هجيب جبنة حق للدولة طبعا طبعا حق للدولة اكيد يعني ما عليش لما يعمل غرامة على التهريب دي تزعل هتزعل مهرب طبعا لا طبعا لا ما هو احنا طبعا احنا حدش طبيعا مهرب زعلان طبعا يعني ما ما يبقى هيهرب ويدفع غرامة طبيعية وزعلان لان هو المهرب بطبيعته بجح عايزي بقى بيهرب وما فيش فلوس طب من وجهة نظر حضرتك القانون ده تسهل عجلة الاقتصاد ولا اخرها بالعكس ده بيزودها وبينميها وبيزود كمان عجلة التصدير اللي هي الاساس اللي رئيس عبدالفتاح السيسي وكل الدولة بتنادي بان هو زيادة قوة التصدير لان مصر دولة فيها ما شاء الله كمية مصانع مش قليلة احنا بقى قوة صناعية وعندنا يعني كمية مصانع اتفتحت في السنين الاخيرة اكتر من ما شاء الله اللي عندنا من الاول فلما نزود قوة التصدير المصانع دي انشغالة ومفتوحة لي عشان نعمل منتج مصري عشان نبتدي النافس في الاسواق الاجنبية والاسواق الاوروبية احنا في عندنا منتجات مصري ممكن تكون احنا بصن لها ان هي منتجات قليلة او تافها وعملة ضجة بره زي الكلم اليدوي الكلم اللي احنا بنبصله على انه حاجة بسيطة تخيلي انت الكلم اليدوي ده بتفرش به مثلا يعني النحل عسل النحل النحل الحي عندنا حاجات كتير جدا في مصر خطيرة ومتميزة في الاسواق الاوروبية وفي الاسواق الاجنبية وفي الاسواق العربية واحنا بنشجعها انها تزيد والناس كلها مركزها احنا هنستورد ايه والغرامة تحطت ليه لا ركزوا على احنا نصدر ايه ونقتحم الاسواق ازاي ومصر يبقى ليها مركز اول في التصدير ازاي وسط السوق العالمي والاوروبي لان احنا احنا ماشيين فعلا ناحية يعني السنين الجاية نهضة لمصر في شدة المجالات في كل حاجة ما هو طبيعي اي قانون بيبقى جديد او بيجد على الناس بس اكيد بياخد وقته طبعا على ما الناس بتتعود عليه وتمشي عليه طبعا وطبعا مفيش تجديد او مميش تغير بيجي مرة واحدة ماشي بس اه يعني اعطتش المستهلك معطرد هو المستهلك سواء الحاجة غالية سواء حاجة رخيصة هو مستهلك هو ملوش علقة بس طبعا ده بيأثر اكيد طبعا ده بيأثر عليه برضو لان انا لو انا مثلا كل اللي يعني مستهلك بيتأثر بان الحاجة لو غالية ما هي برضو عليه طبعا طبعا وعشان كده يمكن الدولة بتشجع المنتج المصري عشان كده ان هو المنتج المصري في كل الاحوال طالع من مصر فعمره ما بيزيد حركة السعر بتاعته على المستهلك زي المنتج المستهلك عشان كده دكتورة نيرمين احنا النهاردة يعني اتشرفنا بيكي عشان تلكن الدوق ودلوقتي السور بتاعت حضرتك هتنزل والشركة يعني ان شاء الله كده بتوفيق دايما يا رب تشرفة بيكو الله يسليكي الله يسليكي حتى طبعا اكيد المستهلكين اللي ملهمش علاق برضو بالمستراد والتصديق طبعا اكيد دي صور من شركة دكتورة نيرمين كل التوفيق والنجاح يا رب كده ان شاء الله بما انك عنديك شركة القانون ده مريحك وانتي مرتاحة معاه انا بالنسبة لي طبعا القانون مريحني لان انا لما باجي عندي مستورد بيدخل شحنة انا برجع المستندات من قبل ما الشحنة توصل لمصر فطبيعي بشوف لو في اي مشكلة فيها في المستند او شيء يستدعى التعديل انا بوجه المستورد اللي هو جاي بالشحنة الصورة هي دكتورة ممكن بسيط على ان حضرتك عليها طبعا دي اللوجو طبعا بتاع الشركة اللي هو جولدن فينجرز فريد ده اسم الشركة بتاعتنا احنا مقرنا في مساكن شرطن طبعا للناس اللي تحب تتعامل معانا يا اهلا وسهلا كل الناس تتعامل معاك عشان انت عندك مصدقية بالتعامل احنا ده تعمل الناس كلها وطبعا دي بعض الخدمات اللي بنقدمها للشركة عندنا النقل البري عندنا النقل البحري وعندنا طبعا النقل الجوي وعندنا طبعا خدمة التخليص الجمركي وبنتعامل طبعا في التعبئة والتغليف كمان خدمة شاملة يعني كل حاجة وتأمين كمان على البضايع بنتعامل مع كل شركات التأمين المحترمة برضو للناس اللي بتحب تأمن على بضايعها ضد أي مخاطر عندنا الاستراد والتصدير لحساب الغير لو حد مثلاً ما عندوش الرخص الاسترادية أو التصدير بنقدر نوفر له برضو انت بتأملي كل دوء بنوفر له بنستورد له ونصدر له برضو على مستندات فاحنا بنقدم الخدمات اللي هي اللي بتهم المصدر أو المستورد كلها فطبعاً الشركات الشحن في السنين الأخيرة يعني كانت مضت اللي مالوش شغل أي حد كان عنده مشكلة أو مش لقل كان الموضوع سهل كان الموضوع سهل مكتبه هات ناس تشتغل مبيعات وكان بيحصل مصايب بسبب فيه ناس للأسف كتير كانت بتضر ناس برضو وكان فيه ناس عندهاش خبرة ممكن تتسبب في مشاكل في عملية التخليص وعملية الشحن وفي المستندات نفسها يحصل وغلطات أو كده طبعاً مع التقنين طبعاً ومعن كل واحد يارف حقوق يارف طبعاً دي دي أمانة يعني بتبقى طيب أنت في إيدك أمانة العميل نفسها دي الشغل ده أمانة أي غلطة في مستند بتكلفه طبعاً فلوس وممكن تخلفه خسائق طيب أستاذة نرميل طب إحنا عارفين طبعاً كل خانون بيجد أو بيتحط في أي مكان بيبقى بكل المميزات بتاعته بكل عيوبه طيب فإحنا يعني تقريباً كده حضرتك يعني قلتك وقلنا يعني بعض المميزات اللي ممكن تكون متميز بيها المميزات اللي هي توفير العملة الصعبة وإنعاش السوق المصري طبعاً طيب العيوب بقى إيه يعني أكيد طبعاً كل حاجة في الدنيا لازم يكون فيها عيوب طبعاً هي العيوب ممكن هي حتة الغرامات اللي هي المستورة بقى بيبص إن الدولة عايز تاخد منجيبه فلوس بأي طريقة من الطرق دايماً بيحسبها كده وبيبص للقانون على إنه هو معمول عشان كده فمش باصس لحتة الصالح العام قد ما هو باصس لمصلحته هو الخاصة إن لو أنا غلط ما هيدفعوني فلوس ففيه ناس بتقولك إيه شرطة الألم دلوقتي بخمسين ألف جنيه هبيركز آه مركز إن شرطة الألم هدفع خمسين وممكن هدفع مين طب ما إنت ليه تتعرض نفسك لشرطة الألم إنت هات مستندتك سليمة والسليم ما هتش بيجي جنبه اللي بيمشي صحة خلاص اللعيب التاني برضو المخلص الجمروكي برضو إنه هو التخليص دلوقتي في الدولة بقى ماشي بأغلب الوقت بشكل إلكتروني فالدولة بقت بتابع وبتعمل تقنيل للعملية الاسترادية من أول طلوها من البلد الأجنبي لحد خرجها من المينة المصري فأصبحت الشحنة متابعة على السيستم من هناك لحد ما بتطلع من هنا فده هيقنن طبعا ويقلل من عمليات التهريب اللي بتحصل في الجمالك دي حاجة تاني حاجة المخلص دوره اللي كان الأول يعني بيعمله قل شوية مع التخليص الجمروكي قل شوية الإلكتروني يقلل دوره شوية بقى مجرد إنه هو بيعمل بعض الإجراءات اللي هي أبسط من الأول شوية في شغله فهو بدأ يحس بالخطر على مهنته شايف إنه إحنا طبعا مش ضد التقدم ده التقدم حاجة مهمة بس هو بصص للموضوع كأكل عيش شوية إنه هو أنا لو الكمبيوتر هيعمل طبعا بعد كده هعمل إيه هشتغل إيه فبدأ إنه هو حتة القلق تبقى موجودة عنده إنه هو خايف على مهنته برضو لحسن تختفي لفترة الجاية ويبقى ما فيش حاجة للمخلص بس أكيد طبعا الدولة هتبقى نظراله برضو طبعا طبعا هو لا هو موجود مع أنت الكمبيوتر مش هياخد الشهادة من تحت يطلعها فوق مثلا مش هيروح يمدي أو يعمل فهو برضو لي بعض الأدوار موجودة لكن أنا مع التطور في حتة إنه هو منع برضو كان في بعض أمثلة لمخلصين جمركيين هنقول فيه منهم كويس وفيه منهم برضو المثال السيء المثال السيء من المخلصين الجمركيين كان بيقعد برضو يستغل المستورد إنه هو يختلق بعض المشاكل من أجل الحصول على إكراميات الموضوع ده إحنا عايزين نعمله حلقة لوحدة على فترة إن شاء الله في إذن الله لأن المخلص الجمركي ليه مميزات وليه عيوب وبيعمل حاجات ساعات كويسة وساعات بيعمل مصايب وممكن يضر الدولة لأن أسباب التهريب كلها اللي في البلد وأسباب المخالفات في الجمارك بتبقى جاية برضو من مهنة المخلص الجمركي ما أنت دلوقتي كمستورد مين اللي شغال بدالك المخلص هو اللي بتعامل بالإجراءات على الشحنة يا يفيدك يا يدرك يا يخلي سمعتك كويسة يا يدخلك السيء حاجة من الاتنين فهو كأنه المحامي بتاعك المخلص ده زي المحامي بالزبط ففي منهم طبعا المثال الكويس جدا ومخلصين أسميهم موجودة في السوق وناس محترمة جدا وفي منهم المثال اللي هو ممكن يكون بيسيء للمهنة برضو زي أي مهنة طب كل ده يعني مش هيأثر طيب على المستثمر أو المستورد يعني أصد أنه زيادة برضو الغرامات وزيادة التعريفة الجمركية وكل ده مش هيخلي مثلا المستثمر أو المستورد يقول لا أنا خلاص كده أنا كده ممكن أخسر أو أن أنا لا أنا كده مش أقدر أكسب اللي أنا كنت بكسبه قبل كده فده يقل حركة الاستراد برضو التصدير شوية والله هقول لحضرتك حاجة هو الدولة اللي عايزا يقل كحركة استراد البضايع الغير مهمة الغير مهمة ودي لو قالت مش هتفرق مع الدولة في حاجة لكن مستلزم الإنتاج عمر ما المصنع يبطل يستورده لأن عجلة المصنع والصناعة أيما أصلا على مستلزم الإنتاج فالمصنع مش هيقول أنا هبطل أجيب مستوى مستلزم إنتاج أبدا الخامات اللي بيشتغل بيها لازم هيجيبها ودي الدولة مدياله فيها كل التسهيلات والإجراءات الجمركية ومدياله كمان لمت لأنه هو يعمل حتة التصنيع وبعد كده يعمل التصدير بعد التصنيع فالدولة بتبقى متابعة المستلزم من أول وصوله لحد دايرت تصنيعه وإعادت تصديره فالعمالية بتبقى واضحة فما فيش فيها حاجة تخوف المستورد للمستلزم طب دكتورة نيرمين لو سمحت يا عزكي توجيه الكلمة هتوجيها لمن خضرتك يعني طبعا أحب أوجيه كلمة أهم حد أحب أوجيه له كلمة هو أبونا كلنا والمسأل الأعلى لنا كلنا سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي أنا بقوله وبوجيه له رسالة من مكاني بقوله كل سنة وانت طيب وانت فعلا فخر المصر والمصريين وبشكرك أنا وأنا جاي بأمانة أنا جاي لك من مصر الجديدة لمدينة الإنتاج الإعلامي والله أنا خدت ساعة دي معجزة لوحدة فأنا بحقيه على الطرق والمجهود اللي اتعامل في الطرق والكباري في جمهورية مصر العربية في خلال الفترة الصغيرة دي فعلا الدنيا اتغيرت وأحب أقوله إن أنا من مكاني كحد في السوق المصري وصاحبة شركة بتمنى وبحلم طبعا في يوم من الأيام إن أنا أتشرف بمقابلته وبرضو بوجه تحية للسيدة اللي هي مثال وفخر للمرأة المصرية السيدة نصاري السيسي لأن طبعا هي داعمة للمرأة المصرية طبعا بتدعم الثقافة وبتدعم الفنون وبتدعم سيدات الأعمال وبتدعم حقوق المرأة يعني أنت لو تلاحظي حتى قوانين اللي هي بتاعت المرأة بدأت تتغير بدأت الستة هي أغلبيتها اتغيرت أغلبيتها اتغيرت الأحوال الشخصية تغيرت هي بتدعم كمان ما شاء الله الثقافة وبتدعم الفن الراكي وبتدعم الفن الهادف فأنا بحييهم من مكاني وبقول لهم إحنا فعلا بنفتخر بيكو وفعلا المصري أصبح لي كرامة وأصبح لي الفترة الأخيرة موقع وسط الدول العربية مختلف عن كل السنين وحضرتك حصت كمان بالفرق إن انت حضرتك بتسافري كمان بره فحصيتي بالفرق دوت وعشان كده وجيت كلمة لتياه تراريس طبعا طبعا وحتى الأجانب أو العرب اللي بيجوا من بره طبقوا بيبصوا المصر والتعامل مع المصرين بشكل مختلف عن كل السنين اللي فاتت ده حقيقة طيب أبقى كسيدة أعمال كصاحبة شاركة شحن إحنا هنا من خلال برنامج حلم وفكرة انت بقى حلمك إيه؟ انت عملت فكرتك يعني انت نفستي وحققتي فكرتك أنا طبعا لسه بحبو في السوق اللي هي آه ماشي طبعا ربنا يعني بالتوفير رب إن شاء الله كده وعلى فكرة كل حلم صغير طبعا كل حلم أكيد أو كل هدف بيبتدي بحلم صغير وبعد كده بيكبر طبعا ومع الوقت المهم إن إحنا نحافظ عليه طبعا وعلى هدف اللي إحنا وصلناه إياه انت بقى حلمك إيه لللي جاي؟ والله أنا حلمي إن أنا أكون عندي موقع كبير في السوق المصري طبعا ده حلمي زي أي حلم سعى الشركة إن شاء الله بإذن الله أتمنى يكون في يوم الأيام عندي فروع للشركة مش فرع واحد أتمنى أوصل يبقى عندي فروع بر مصر يعني بقى شركة مالتي ناشونال يعني إحنا الآن عندنا وكلة بر مصر في كل الدول أتمنى بقى يبقى البرانشز بتاعة الشركة الفروع لنا بتاعة جولدن فنجرز هي اللي بره وطبعا إن إحنا يبقى فيه توسع في التعاملات الدولية مع كافة الكطاعات إن إحنا نصدر إحنا بنحلم بنبتدي إن شاء الله بنفكر في منتجات إن إحنا بعد كده نبدأ نصدر إحنا عندنا رخصة التصدير فبحلم بمنتج عليه لوجو جولدن فنجرز إن يبقى فعلا فيه منتج بيسافر بره بيتصدر سواء للدول العربية أو الأوروبية ونكون نكحين في حتة التصدير اللي الدولة بتسعى لها كمان إن شاء الله تحقق كل أحلامي إن شاء الله شركتك انترناشنلا بإذن الله إن شرفتين ونورتين دكتورة نيومين والنهاردة إحنا بنلكي الدوق على القامات اللي إزاي حضرتك اللي عندها إخلاص وصدق في العمل وده المطلوب في المرحلة الجاية أتمنى يبقى كل الناس عندها صدق وإخلاص في العمل لأن فعلا إحنا البلد محتاجة إن كلنا نبقى بنشتغل وإحنا بنحب اللي إحنا بنعمله لأن ده بيفرق كتير قوي أو يتحرك تسوق كل الشباب اللي عنده فكر واللي عنده طاقة واللي عنده أقراضة واللي عنده عزيمة واللي عايز طبعا ينجح ويواصل نجاحه ده طبعا يعني إحنا بنشجع كل النمزج الجميلة اللي زيك كده وشرفتين ونورتين الشرف لي يا حبيبتي أنا اللي بشكرك وبشكرك وإن شاء الله ده مش آخر لقاء بإذن الله لأ طبعا أنا لقاءات كتير متجددة بإذن الله لأن طبعا أكيد في حاجات كتير حاجات كتير ممكن أو نقات كتير ممكن تهم الناس أو الناس في الشارع مش شرط بس المستورد أو المصدر لكن برضو أكيد بتأثر على حياتي حتى الناس البسيطة في الشارع أكيد أكيد طبعا طيب كده شرفتين ونورتين النهارده واستمتعنا في جد وفعلا كانت معلومات مهمة وقيمة جدا إحنا نفسنا استفادنا منها يعني أنا أكتر ومستمتع بلقاءك وبشكر كل الناس اللي استحملت تسمع جمارك وياملهاش في الجمرك نتمنى نكون حتى بنعلم الناس اللي هي البسيطة اللي مش عارفة فكرة عن الجمارك والتخليص والشحن وكده إحنا بنسعد برضو نفيد الناس بمعلومة يعني حتى المعلومة للمواطن البسيط بتبقى مهما ويتعلم حاجة من خلالنا ربنا يجعلنا يعني من الناس اللي تقدر تعلم الناس دائما كده يا رب بالإذن الله إن شاء الله يا رب أعزاء المشاهدين وصلنا لنهاية فقرتنا وبنتمنى تكون الفقرة عجبتكم وقدرنا نقدم لكم معلومات مهمة وقيمة تنفعكم وتستفيدوا منها في حياتكم حتى الناس البسيطة في الشارع انتظرونا بعد الفاصل مع فقرة مهمة جدا ومتميزة جدا مع نهلة وإيمان ودكتور شامق الخليلي السلام اشتركوا في القناة